بروق طبعا ليك النهاردة الفوز وتلات نقاط كابتن حسام قال ان تلات نقاط صعبين بتيجي ان فريق القصوتي كان جاهز شكل كبير في هذه المباراة وان كان هذا الفوز هو رقم 11 على التوالي له النادي الاهلي ويرب ان شاء الله يبقى الفوز 12 و13 حتى نهاية مباراةنا في هذا الموسم يبقى فوز متتاري كابتن وحنا بنتكلم على استكمال عن الكلام كابتن عادل وشكل الجدول الدوري بالنسبة له هذا الموسم والتربع النادي الاهلي حتى الان على قمة الدوري بيوريك الفارق ما بين النادي الاهلي في التوقيت ده وباقي الاندية يعني اتباعا بعد النادي الاهلي اسماعيلي طبعا المصري الزمالك سموحها حتى يعني نهاية الجدول كنت الاسماعيلي والمصري والزمالك اعتقد ان هم بيحاولوا جاهدين ان هم يبقوا الوصيف استنادي في الدوري اقرب واحد يقول اسماعيلي هو اللي يمكن نقص له ماتش وعنده 46 نقطة يبقى 49 يبقى الفارق حوالي 15 نقطة او كام نقطة بينه من الاهلي 14 نقطة حاجة كده حاجة صعبة جدا طبعا انك انت وما تبقى خلف النادي الاهلي بالمقدار ده من النقطة انما انت بتحاول انك انت تدي كل ما عندك وانت اديت كل ما عندك لانه الظروف اللي بيمر بها الاسماعيلي والفرق التانية تغيير المدربين تغيير العيبة خروج ودخول في اللعيبة وشيرة وبيع العيبة كل ده بيأثر عليك انت انما الاستقرار اللي هو موجود عند النادي الاهلي الحقيقة هو اللي بيحقق له كل الاهداف اللي هو عايزها جوه بطولة الدوري جوه الكاس جوه افريقيا باذن الله كل الفرق دي خلاص يعني تعلمة الدرسة حتى من منتص الناس اللي في النص مش امنين يعني انت انما تيجي تشوف تسعة عشرين تلاتين واحدة عشرين تلاتين 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 هتلاقي فيه تلاتة عشرين خمسة عشرين ست عشرين بيت اعمار مبريات اي فرق النازن بيكسب تلاتة بمت بتيجي من المركز الخمستاشر مر Sergei بيكفز مرحد يعني بيكفز 3 مراكز 3 مراكز دول يعني المطشات كلها اللي جاية هتبقى متشات كبوس بالنسبة الناس كلها حتى فرقة الناصر اللي انت هتلاقي او اخر مبأى فرقة في الدوري Kokama بيكسب او ربع متشات غير عشرين 14 إلى 20 إنما صعبة جداً عليهم وفيه ناس قاعدين في الأستوديات التحليلية يقولك إحنا لما بنتكلم على الرجاء والنصر وطنطن قول صعب قوي عليهم إن هم يبقوا موجودين في ويعوضوا وما ينزلوش السنة الجاية وكلاماً بيزعلوا نحن يوم نزعلش والحكاية الفرق التانية زي الأسيوتي النهاردة والاتحاد بيرجع تاني مصر مكاسة موجودة كل الناس دي عندهم النيرف والأداء اللي هو يخليهم يجونوا موجودين يعوضوا اللي فاتهم حاجة كده إنما شكل الدولي الحمد لله بالنسبة للنادي الأهلي ما عليه غير إن هو الإصابات عنده يبقى ليلة الضغط النفسي لعصب اللي إحنا قلنا عليه ده اللي هو موجود اليومين دول في النسبة للإصابات طلت كل تات أيام ماتش هو ده الحاجة بس اللي بتقابل النادي الأهلي إنما شكله والكيان وبقية اللعيبة اللي كان معنا مصامل اللي هو الاحتياط البديل اللي هو موجود عندك بشحة كبيرة جداً هذا الكلام يا كابتن ربيع فيها يا كابتن توقع بقى كابتن الفترة اللي جاية بالنسبة للإصابات من فريق مباراة الناصر إنه يبقى فيه تغيرات في التشكيل تكون أكثر من اللي إحنا شفناها النهاردة يعني النهاردة كانت تغيرة واحدة حسام عشهور أو عشان محمد مكان حسام عشهور لازم لازم يدي راحات للناس إحنا قلنا إحنا الهدف القادم بتاعنا بمشيئة الله تعالى هو البطولة الأفريقية البطولة الأفريقية مهمة جداً أمحمد فالطبيعة جداً الفضل اللي علينا إن ربنا أداك نسبة كبيرة جداً من الرحات وإداك مركز أول وإداك فوارئ كبيرة جداً 14 نقطة بينك وبين الإسماعيلي لدي الإسماعيلي فمن وجهة نظري إنه لازم يكون فيه أكثر من اللعب فيه لعيبة كتيرة جداً محتاج رحات عبدالله محتاج رحات أجايب محتاج رحات أزارو محتاج رحات وخاصة إن أنت عندك البدائل الرائعة البدائل اللي في نفس درجة الأساسي الفوارئ مش كبيرة جداً خلي بالك وديميزة في نادي الإعلي إن عنده أكثر من نفس القوة الفنية موجودة عند البديل ما فيش بديل في نادي الإعلي عندك 30 لعيب عندك 22 لعيب حتى بعد الأعراضات والإصابات الحمد لله وافر رجليك أي لعيب بينزل بيعمل إضافة بص وليد سليمان النهار زي ما قلنا نزل عمل إضافة كأنه موجود كلها إضافات موجودة فأنا من وجهة نظر وخاصة إن القوة الفنية في المعدل الفني خلاد سين دي محمد في مصر النصر مش هيبقى كبير فمش تحتاج جهد كبير فني فمن وجهة نظر إنه وفرة عندها 14 نقطة شوف كم نقطة 50 نقطة بينك وبينه يعني كتير جداً وفي نفس الوقت أول فريق أعتقد أعلن إنه هيخبط الهدف يعني لازم يكون نظرة للي بعد كده إن شاء الله كابتن حسان بخبراته الكبيرة إن شاء الله أكيد إنه هيريح بعض من اللعيبة وهيد إن شاء الله فرصة اللعيبها أكتر نتمنى طبعا نحب نشوفهم كلهم يعني ما شاء الله أي حد